هو الحوار كله بتاع والدي اللي كان قاله وقال لكابتن صالح موضوع السنوية العامة قاله يا أم الحاج احنا بنعتمد بمستقبل التعليمي للعيبة بتاعة النادي طبعا أولا ابنك هيعده مع أحمد عبدالباقي في المانيال أيوة كان أحمد جاي من المانيال أيوة وود جدع وبعيد عن القلق والهيصة أيوة والأضواء والكلام ده كله وهيقض معاه ودروسه وهنحول له السنوية العامة في المدرسة المتفوقين في جاردن سيتي أيوة فدروسه وهتجي احنا مسؤولين عنه يعني دي ما تعيتنا احنا اتطمن اه فاتطمن هو بقى والدي بقى طب ايه بقى العقبة اللي كانت وقفها بقى وإحنا ماشييني كابتن صالح قال لي خد رقم التلفون من اللي مسك عندكم الفرقة فقلت له كابتن حلم السليمان الله يرحمه الله يرحمه اه طبعا فقال لي تلفون ياه انت تنزل منها تروح له يتصل بيا وانت عنده كان كابتن حلمي كان عنده فندق كده أيوة أيوة فروحت ولو قلت له يا كابتن حصل كذا 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 كابتن صالح عاوزك تكلمه اتخفض فوج بالموضوع ما أحدش يعرف قال أنت بتقول إيه بbench اه بس خد كان تبات كلمه كل اللي أنا أسمعه حاضر يا كابتن 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 بس بس إنما سمعت هل فيش حاجة في الحوار تاني غلل الحاضر يا كابتن يعني بما معناه أن أتلنا الود ورقة الود ونخلص طيب بعد ما كلمه حاضر يا كابتن هل حضر الورقة؟ راح قال لسكرتير عام النادي كابتن حسين حويدة ده كان لعب في نادي الترسان ورجل أعمال هو كان مسؤول على النادي ونسيب الكابتن حلم سلمان كابتن حلم واخد اخته فرح قال له ده أنا فجأت كذا كذا كتصور اني كذا 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 قال لي من المعلومة وصلتني قال وصلتك ازاي قال لي الإداري كان في المدرج بيخلص حاجات في الاتحاد وقاله روح اتفرج على تمرين النادي الاهلي بالصدفة فتمرين النادي الاهلي بعض العصر فقاله اتفرج فلا آني بلعب فهو شك قال لي هو ولا مش هو شفت الظروف جات كلها في وقت واحد فلما رجع المنصورة راح لمين لكابتن حسين حويدة كان مدير الكورة فقال له قال له فجأت اني بيدير اتطورت باني لقيت كذا 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 في الملع فحكى لكابتن حلم فقال لا الموضوع ما الواد ده من بكرة يسعد فريق اول عاوز يقفل الباب الباب خالص عليك بقى على النادي الاهلي لما قال لك بقى يسعد فريق اول انت الخبر وصل لك ازاي انت والوالد ما هو 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 لما 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 دخل الكابتن صالح رسمي قنوات شرعية وصلت للمحافظ ان استدعاهم مجلس اه موضوعه كبير استدعى مجلس ادارة بالليل عنده في المكتب فهم استغربهم في ايه وفي ايه المحافظ قال لهم انا امضلنا عن الورقة بتاعت الودة على طول الاستغناء حسين حواده بقى والمجلس بقى قاعد كان الفريق مرتجي رئيس النادي ساعت اه 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 ايه كان رئيس النادي رحمة الله عليه فحسين حواده لما عارف اتصل بطول ربطة بطول جمهور فلموا نفسهم واجمعهم بتاعت الكنتر بتاعت في واحد تحت المحافظة اه واعدوا يهتفوا بقى يهتفوا علشان الموضوع يبشل ضغط على المحافظة اه فكابتن حسين والمجلس قال له احنا ما عندنش اي مشكلة هنمضع الورقة بس السيادتك تمضلنا على الاستقالة الجامعين وانت سامع الجامعير عملي زي تحت هما مرتبنا مع الجمهور اه ما هو اتصل بقى جمعوا الناس وضغط نزيلت انت بقى من عند المحافظ ازاي اه انا ما هنروح لا الخبر وصللك ازاي ما هو انا الخبر وصلني من الاداري قال لي بحصل كذا 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 الاداري اللي هو كان في المدرج اللي كان في المدرج اللي خلص عليك خلص عليك اه فالموضوع كبر اه اكبر من كده بس قدموا استئلاتهم والفرقة كان داخل احرجوا المحافظ بقى احرجوا المحافظ انا مش عاوزة اذكر اسم المحافظ لكن الفرقة كانت راحة صعود دورة ممتازة كابتن اه قال لك بقى هيفتت الفرقة اه البرج للدنيا البرج للدنيا الانجلس ومشاكل والاستئالة والدنيا ويبقى فيه الصعود وداخلين دورة ترقي مع سلطة فرق اه يبقى نشوف على المينيا على السكة الحديدة يعني مروحك للنادي الاهلي ومشورك انت والوالد للنادي الاهلي هو اللي صعدك الدرجة الاولى صعدنا علشان يقفل اه لعبت وانا لسه سواء لعبوني اساس الست فائد ست متشد كان سنك كم سنة؟ انا بقول لك حوالي سبعتاشر سنة ونوص اه لعبت الست متشد بتوع الترقي بتوع الترقي وصعدنا دورة ممتازة خلاص كده السكة افلت اه ومشت بقى مركزنا في الدورة الممتازة لسه بقى الملحق التاني اه فانت بعد كده بقى الولد الولد بقى كان اللي ظهر عليه ايه بقى؟ شوف بقى سيدي انا برضه علشان منساش اه النادي الاهلي كان رايح بفريق الامل يعمل ماتش ودي جمايري مع نادي اسمه العمال اه ده الكلام ده حكهول ابويا بقى ايو الله يرحمه معاهم جي معاهم عبدو البقال الله يرحمه الحج عبدو والدي بحكيلي اه قاعد في المكتب اه مدرس التربوات التعليم لقى واحد داخل وصير كده شوية اه ومعا شنطة سمسونيت اه فا فلوس انا فجئت الحج عبدو الله يرحمه كان زي بتاع الحقنة المدخل بقى اه انا فجئت قال له انت الحج كذا كذا قال له قال له انا عبدو البقال كذا كذا النادي الال وبتاعه ومشا بقى اتفضل فضل وبتاعه ومشا ايه ورح حاطيت الشنطة السمسونيت على المكتب محولها كده ولفها وراح فتاح اه بيغري اللي انت عاوزوا تاخده مد ايدك حاج اه والله ازا ما بقول لك كده وابحكي خكة كتير قال له حقك قال له ده ابنك ده الدنيا في مصر يعني لأ لازم نخلص ما يمتعش شيل اه اللي انت عاوزوا خده ده 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 الرسال اه انا هقفل قال له اعمل حاجة احنا انا منصورة انا ملناش في الكلام ده اه بكلمة راجل وانا بالنسبة لها ما فيش مشكلة بس نخاف عليك السنوة العامة والأضواء والمشاف قال له ما تعلت ما انت عادت ما كانت تسرع الامور ميسر مين سخن والدي بقى اه لانا خدت علقة يا كابتل مصر بسبب الموضوع لا والله ايوه كدنو طلع الحاجات اللي عندي طلعها طلعها ايه العلقة بقى خدت علقة ازاي مع والدي في موديل تربط عليهم مشرف عام على الكورة الله ارحمه كابتل لبيب ابو شادي اه في النادي قاعد يسخن والدي بالعكس اه ابن كايبوز ولا هياخد سنوية اه واضواء وقاهرة اولاد السوق اه 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 قطليه متوصي من مجلس الادارة متوصي اه اه مسوق سخنوه المهم روعت يا عم مصطفى البيت ولقيت الخرزانة مزي بالي اه ايبنا اضافوا بيها السجاد دي اه اللي اوعد تفتح السير دي تاني قدامي يا ابن مشان تاك 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 ومستقبلك ومذكرتك اللي بتاعت النادي اللي اه يعني شور مبالك اه يهتم طب قلت ردة احنا ماعدنا مع كابتن صالح اخر ماعد الاسبوعه جاي نشوف ايه قص يولي هو عجيب سير وخطا على الاه شكرا